استقبل سمو الشيخ نصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب السيد البارون إيريك دي روتشيلد المؤسس لمشروعي على الدين ودكتورة لياب إثار وعددا من قادة المشروع الفرنسي خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد وذلك بحضور سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة وشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية وسعادة السيد جيروم كوشارد سفير الجمهورية الفرنسية الصديقة لدى مملكة البحرين وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تؤكد حرص جلالته على تنمية وازدهار واستقرار مختلف الديانات والتعايش السلمي ونشر قيم التسامح والاعتدال وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى أن مملكة البحرين تدعم مشروع علاء الدين بإشراف من منظمة الأمم المتحدة لتربية والعلوم والثقافة اليونسكو وإقامة جسور بين الثقافات والأديان وهو ما تسير عليه مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه مشيدا سموه بالدور البارز الذي يقوم به مشروع علاء الدين في نشر ثقافة التسامح والتعايش وبحث سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة سبل التعاون مع قادة مشروع علاء الدين من جانبه أعرب السيد البارون إيريك ديروتشيلد المؤسس لمشروع علاء الدين والدكتورة ليا بيسار عن شكرهما وتقديرهما إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على حفاوة الاستقبال والرؤى التي قدمها سموه لمواصلة الازدهار بالمشروع اشتركوا في القناة